ماتش نهائي امام الكاميرو كان ماتش نهائي وامبارح النهائي امام السنغال يعني لعبنا اربع نهائيات في ازيل بطولة مفيش منتخب في المنتخبات اللي شاركت في ازيل بطولة لعب زيك انت لعبت اربع نهائيات مش نهائي واحد امبارح لا كان فيه تلاتة قبله كان اي ماتش في التلاتة كان نهائي المغرب كانت مرشاحة للنهائي كد فوار مرشاحة للنهائي الكاميرو الوسط جمهورة او المنظمة النهائي والسنغال كان مرشح للنهائي وانت كنت مرشح للنهائي طب انت غلبت تلاتة وكل التلاتة نهائي وانبارح كان النهائي الرابع حد عمل زيك فيه منتخب عمل زيك لأ لان انت رجل اوعى يا صلاح دموع غالية علينا كلنا دموعك يا صلاح غالية على العالم كله اوعى يا صلاح تبكي تاني اوعى مش عايزك تبكي ومش عايزك تنكسر انت احسن لاعب في العالم اوعى انا عارف كنت عايز البطولة دي واحنا كنا عايزينها ولكن اللي جاي يا صلاح ليك اولينا احسن اللي جاي افضل كتير يا صلاح ما تبصش وراك بص قدامك يا صلاح انت قائد عظيم وقائد محنك وعدارت هذه البطولة بامتياز كقائد لمنتخبنا العظيم كل التحية يا صلاح ليك شعب المصر كله والشعوب الدنيا يا صلاح بتحييك اوعى تنكسر يا صلاح عايزك ترجع اقوى وتبقى هداف الدور الانجليزي وهداف دور الابطال ان شاء الله وترجع قدامك بطولة العالم ان شاء الله زي ما خدتنا في تمنتاشر روسيا ان شاء الله تاخدنا مع الرجالة اتنين في نوفمبر القادم الى الدوحة باذن لها ادهو ادود عندنا السقة دي يا صلاح هتصالح جمهورك وهتصالح بلدك وهتفرح بلدك والمية وعشرة مليون هينزلوا الشوارع ان شاء الله باقدامك واقدام الابطال يوم تسعة وعشرين مارس القادم واحنا بنحتفل يا صلاح وانشولكوا على رؤوسنا يا صلاح يوم تسعة وعشرين مارس اللي جاي اوعى يا صلاح تبص وراك بص قدامك يا صلاح ركز اللي جاي يا صلاح ده هو المهم خلاص افلنا صفحة البطولة الامم احنا عندنا صفحة كبيرة اوي ومحببة لنا جدا بطولة كأس العالم مطشين جايين صعبين جدا ولكن انتوا قدها القاهرة البداية ثم النهاية هتكون في دكار وتكتبوا التاريخ من جديد زي ما بتكتبوه دايما كابطال لمصر وزي ما مصر النهاردة حتى ثقتها كلها فيكم مصر النهاردة بتقولوكم يلا يا ابطال مستنينكم في كأس العالم نوفمبر عشرين اتن وعشرين في قطر قدها قدها خلي بالك الكلام اللي بقولوك ده تبقى حطوا قدامك انسى مبارح فكر في بكرة انسى السنغال ركز السنغال تصفيات كأس العالم انسى بطولة الامم خلاص انت عندك مش واحدة عندك سبعة موغودين في دولاب بتاعك في الجزيرة فانت عندك سبع بطولات مش واحدة تلاتة منهم خدتوهم ورا بعض ستة وتمانية وعشرة مفيش دولة عملتها غيرك فانت بطل انت تاني بقولك بطل بطولة روح مش مشكلة لكن كسبتوا احترام العالم وكسبتوا احترام الشعب المصري وكسبتونا كلنا عمان دينا النهاردة منتخب من دهب بقى رجال من دهب بقى هذا المنتخب منتخب من دهب كل اللي فيه والله يتوزن بالدهب وانا بقول بقى على صوتي وبالمناسبة انا قلت لن ابدا لن تجدوا مني الا كل دعم من هنا لحد ما نروح كأس العالم ان شاء الله نفضل معاكم دعمينكم بكل قوة نشلكوا عرى رأسنا كل اللي انتوا عايزين وهيتعمل الدولة معاكم كل ما ساته معاكم الاعلام معاكم والجمهور معاكم الناس كلها معاكم دعم قوي جدا ليكم ليكم لكابتن كيروش هذا المدرب العظيم اللي احنا للأسف في الاول ما كناش عارفين نقدره كلنا ما كناش عارفين نقدر كيروش تماما قلنا جابوه ليه واتضح عندهم رؤية ولازم هنا المهندس احمد مجاهد اللازم احييه على الهواء مباشرة لما كان ماسك اللجنة السلسية وتعاقد معا كيروش وكنا في زال كيروش قلوه ازاي هو مينك كله كان قالب على احمد مجاهد النهاردة بقولك شكرا بقولك رسالة مهمة جدا مهمة جدا مهندس احمد مجاهد على الهواء بشكرك بشكر لجنة السلسية اللي تعاقدت مع مدرب عظيم احنا ما كناش عارفين تاريخه الحقيقي سبت لينا اهمية تعاقدكم مع هذا الرجل لوصلنا نهائي رغم ايه كيروش ما بقلوش سنتين عندنا ولا ثلاث سنين ده لسه كم شهر على بالمجاهد سريق ويجاهد سريق ويعد ويشوف اللعيبة فين ويبدأ يعمل فريق متجانس اشتركوا في القناة